طيب خلينا نقول تراجع وطارد بقى فلكيا ما أنا بقى؟ هنقول بقى فلكيا تراجع وطارد ده بيعمل إيه جماعة؟ فلكيا بيأثر على إيه؟ بيوقف إيه؟ أول حاجة هو بتاع الاتصالات والمواصلة يعني للأبراج كلها أنت مسافر تتأكد من الفيزا والتأشيرة والإقامة ومفاتيح الشليه ومفاتيح يعني كل حاجة الأخطاء بتكتر والتأجيل بيكتر يعني أنت عندك سفرية وخلاص أنت بيسفر الصبح فجأة تلاقي إيه العربية يا نايمة التيارة لغية الرحلة إيه حصل حاجة طيران زي اللي حصل لأن عطارد كان ستيشن الفترة اللي فاتت بيتجهز للتراجع ففي حاجات كتيرة حصلت زي موضوع الطيران اللي حصل المطارات طبعا دي كانت نتيجة تراجع وطارد بيأثر على المطارات على القطارات على أي حاجة بتمشي سواء كان سفر قصير أو سفر بعيد دي تاني حاجة بيأثر على الصحة بشكل كبير جدا مع تراجع وطارد اللي هو حيبتدي يتراجع من 5 إلى 15 وبعدين هيكمل تراجعه بالأسد بيأثر على الصحة بتلاقي في حاجات بتظهر زي الأوبئة والأمراض والعدوى بتكتر والمناعة بتقل فلازم كلنا نشتغل على صحتنا نقوي مناعتنا نكون الغذاء صحي نعمل سلوك صحي فإحنا نركزين جدا جدا أن فيه أعراض ممكن تكون جات لك وخلصت ترجع تاني اللي كان ظهر بيوجع وخاف وعمل عليك طبيعي فجأة ممكن يصحى من نمي اللي كانت عينيها بتوجحها وفجأة فجأة تصحى في حاجات بترجع تاني من أول وجديد مع تراجع وطارد بيرجع لك المرض اللي كان عندك بيرجعه لك تاني فناخد بالنا أن احنا نهتم بصحتنا